إن كنت تظن بأن المبهرين فقط في عملهم هم من يعيشون حياة سعيدة فاعلم أن استنتاجك خاطئ بالتأكيد وباترس نوفو مثال جيد مدرب فرنساوي وابن لاعب فرنساوي سابق إمكانيات مادية جيدة وبداية رائعة في التدريب في فرنسا ورغم ذلك يختار السفر والتنقل في إفريقيا على مدار 22 سنة نجاحات مبهرة؟ مفيش ويمكن تاريخ الكورة ما يذكروش مع عتزاله لفترة طويلة لكن الأكيد إن ذاكرته هتكون دايما عامرة بالذكريات الجميلة ليه سبت فرنسا وبحب التدريب في أفريقيا؟ بسبب العاطفة في فرنسا بقت الكورة مفتقدة للعاطفة أما في أفريقيا فبتغيب الإمكانيات المادية لكن بتحضر العاطفة والشغف للعبة ولو هختار هختار العاطفة دي كانت كلمات سابقة لباترس نوفو في حوار سابق مفيش حاجة اسمها ممكن تسعدني أكتر من منح الفرصة للاعب صاعد أو مساعدة شعب شغوف بالكورة على متابعة انتصارات فريق بلاده صاحب الإمكانيات الضعيفة باترس نوفو دخل قارة إفريقيا لأول مرة سنة 1999 مع منتخب النيجر وعاد ليها تاني في 2004 مع غينيا وبعد سنتين ناجحتين قد هم فيها لربع نهائي أمم أفريقيا في سنة 2006 وصل لمصر وقاد نادي الإسماعيلي أقل من سنة مع الدرويش وعاد تاني لتدريب المنتخبات مع الكونغو الديمقراطية تجربة ما كانتش نكحة علشان يعود لمصر تاني مع سموحة وفي 2012 كانت تجربة إفريقية جديدة مع منتخب موريتانيا قبل ما يسيب إفريقيا لمدة ثلاث سنين مع هيتي ولاوس في 2018 رجع لإفريقيا مع هوريا كوناكري قبل ما يمسك الجابون سنة 2019 والحد دلوقتي لازم نتوحد كلنا عشان نقدر نحقق أهدفنا في الجابون ده كان أول تصريح لباترس نوفو بعد التوقيع مع الجابون الجابون وقتها كانت قادمة من فشل في التأهل لأمم إفريقيا 2019 بعد ما كانت المستضيف عام 2017 وبعد سنتين معاهم بتعود الجابون بالفعل للمشاركة في أمم إفريقيا 2021 وده تحت قيادة نوفو هويت المفضلة هي التعرف على الناس أنزل في الشوارع والجبال وأتعرف على ناس جديدة وثقافات جديدة دي هوايات باترس نوفو واللي ممكن تفسرلك موافقته على غربة 22 سنة بعيد عن فرنسا بدون زهق ومع الجابون هيكون باترس نوفو مطالب بتحقيق أمل جديد لبلد ما سبقش له الفرحة بسبب الكورة بلد جابت أوباميانج اللي وصل لحمل شارط قيادة أرسنال لكنها ما وصلتش لأبعد من ربع نهائي أمم إفريقيا حتى لو استضافت البطولة على أرضها الجابون في المجموعة التانية مع المغرب وغانا وجزر القمر يمكن على الورق الجابون هي المصنف الثالث في المجموعة لكن مزحمتها لغانا على المركز الثاني مش مستبعد في ظل تراجع مستوى البلاك ستارز وحتى في حالة احتلال المركز الثالث فالتأهل ضمن أحسن توالد هيفضل شيء ممكن الحدوث ووقتها هيكون خصمهم في دور الستاشر هو متصدر المجموعة الأولى اللي فيها الكاميرون صاحبة الأرض وبوركينا فاسو وإثيوبيا وكاب فيردي نظريا الجابون مش هتعدي من دور الستاشر لو تخطوا دور المجموعات لكن باترس نوفو بشكل شخصي هي تثنى لفرصة قضاء فترة جديدة في الكاميرون والتعرف على ناس جديدة وأكيد منح الفرصة لشبان جدد في فريقه عشان يكون بيكمل كل أركان مسببات السعادة بالنسبة لي